بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالنا من يهده الله فلا من ظل له ومن ظل الفلا هاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد ورسوله الشيخ بن عثيمير رحمه الله تعالى ألف رسالة مختصرة سماها حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة نعم ما هي هذه الحقوق التي لابد أن نأتي بها حق يعني واجب أن تؤديه أول حق وأعظم حق وأوجب الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى نعم حق الله سبحانه وتعالى لابد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة وأن لا نشرك به نفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى ونفرد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية أي أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمحي والمميت والمدبر نعم يعني لا يمكن لأحد يأتي ويقول لماذا نصل الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات أنت عبد أو رب الرب هو الذي يأمر والعبد هو الذي يقول سمعنا وأطعنا الثاني توحيد الألوهية توحيد العبادة لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى لا نعبد الأصنام لا نعبد الأحجار لا نعبد الجن لا نذبح لهم لا نتقرب إليهم حق في الأسماء والصفات لابد أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات نعم إثبات مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق الحق الثاني حق للنبي عليه الصلاة والسلام هذا النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن نطيع هذا النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به حتى وإن لم تتصور هذه المسألة واجتناب يعني البعد غاية البعد عما نهو عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني نتبع ولا نبتدع إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لابد نجمع له بين العبودية والرسالة فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام نعم بعد هذا حق الوالدين حق الوالدين هؤلاء حتى ولو كانوا كفارا لابد من الإحسان إلى الوالدين الطاعة في غير معصية الله نعم نطيع الوالدين في غير معصية الله نحسن إليهما لا نرفع الصوت عليهما لابد من الصحبة الصالحة لهما خاصة عند كبر السن عندما يكبر الوالدين لأنه عندما يكبر الوالدين ويكبر الولد الولد الآن يشعر بنفسه أنه بدأ في مرحلة قريبة من مرحلة هؤلاء نعم يقول هذا والدي كافر ماذا أصنع؟ نقول لابد من بره ولابد يعرف أن الإسلام يأمر ببر الوالدين حتى ولو كانوا كفارا لابد تحب والديك ولو كانوا كفارا لكن هذا حب ليس حب لله لا هذا حب لأنهم والديك نعم محبة طبيعية نعم نعم تحبه لأنه والدك لكن لا تحب ما هو عليه من الشرك وما إلى ذلك ما يمكن أن تشاركه في عياده في احتفالاته لا تجلس معه حالة مثلا شرب الخمر لابد تنصح له باللين تدعو له بالهداية يقول كيف أدعو للكافر؟ نعم ألم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لقومه؟ أحق الناس في من يدعو له الوالدين نعم بعد هذا يقول حق الأولاد حق الأولاد الحق في الحقيقة بين الولد والوالد هذه الحقوق متبادلة هذا يؤدي حق وهذا يؤدي حق نعم يعني هم حتى الوالدين نعم نعم الأب يقوم بالنفق على الولد بحسن التربية نعم بالإنفاق بالمعروف عليه ولابد أن يختار له اسم حسن الولد لابد أن يطيع الوالدين نعم فهناك حقوق لابد يؤديها الوالد للوالد وحقوق يؤديها الوالد للوالد منها أن الوالد لابد أن يأمر الوالد بالصلوات المفروضة الخمس إذا أتم سبع سنين أهم شيء في تربية الأولاد يقول المحافظة على الصلوات المفروضة الخمس تريد الولد لا يلعب بالهاتف لا تلعب أنت بالهاتف يعني الأب الآن يريد الولد أنه لا يلعب بالهاتف إذن أنت لا تلعب بالهاتف تريد البنت تلبسها الحجاب لابد الأم تكون تتحجب نعم في بعض الدول أنا زرت أسرة سبحان الله هذه الأسرة يعني يحفظ القرآن ويحفظ كثير من كتب الأحاديث وألفية ابن مالك والمتون وكذا نعم أقول كيف يعني استطعت أن تربى هؤلاء الأولاد في هذه الدولة مثلا عندما يقول أول ما تزوجت وبدأ الحمل جاء الحمل فكرت في هذا الولد ماذا أحب أن يخرج قلت أحب أن يكون حافظ للقرآن فبدأت يقول أحفظ أنا وزوجة القرآن عندما ولد الولد حفظنا القرآن وبدأنا نحفظ نحفظ ونعلم الولد نحفظ ونعلم الأولاد لابد أن نكون نحن قدوة لهؤلاء نعم حق للأقارب ولو كانوا كفارا لابد من صلة الوالدين صلة الأقارب قال كيف أصل الأقارب وأنا هنا في بريطانيا وهم في المغرب لا أستطيع نقول الذي تستطيع وتقدر عليه لابد من فعله بعض الناس لا يوجد لديه رقم مثلا عمه ولا خاله نعم نعم ماذا تصنع تعرف أنه في نظام العائلة وفي نظام الإسلام أنه مثلا في عيد الأضحى عيد الفطر لابد من الاتصال ليس إرسال رسالة جماعية للعائلة كاملة لا لابد من الاتصال مباشر تتصل سواء كان باتصال مباشر أو اتصال عن طريق هذه الوسائل لا يرسل رسالة ويقول والله أنا واصل لرحم نعم عندما مثلا يتكلم مع والدتي طبعا هو يتكلم مع والدتي مثلا في كل ثلاثة أيام في كل أسبوع أكثر شيء يقول لها إذا كنت تتكلم مع خالاتي وأخوالي سلمي عليهم فالوالدة تقول ابن يسلم عليك يقول ما شاء الله هذا بار هذا عنده صلة للأرحم نعم هذا الأمر صعب يكون عندكم مثلا في العائلة يوجد زواج أو يوجد وفاة فماذا تصنع تتصل وتهنئ في الزواج وتعزي حال الموت نعم لكن ماذا يحدث يموت إنسان في العائلة كل العائلة لا تتكلم مع هذا الرجل الذي مات ولا يسأل عنه إلى أن يموت ويبدأ العائلة كلها تأتي ويجتمع الإفطار والغداء والعشاء مجانا ثلاثة أيام لا يأتي تظن يجتمع للبكاع الميت لا طعام والشراب والحديث يتحدث عن السياسة وعن الأمور نعم يشرب الدخان ويقول والله مات حبيب لنا الآن أصبح حبيب بعد الموت طيب في حال الحياة لماذا لم يكن حبيب لكم الاجتماع في بيت الميت من كبائل الذنوب من النياحة هذا يقول إذا لم أحضر يغضب علي النياحة من الجاهلية نعم من الجاهلية نعم نعم لأنهم كانوا في الجاهلية يجتمع ويرفع الصوت يا لهوي نعم 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 يغضب عليك ولا يغضب رب العالمين عليك يا أخي اتصل أو تأتي إلى البيت تعزي وتنصرف أما يأتي ويجلس ويشرب الشاعر والقهوة والله أكثر من يتعب أهل الميت يعني الملتسقين بالميت نعم نعم وهذا يقول يقول من قال لك نتعب نحن أهل الميت الآن ما نتعب هنا لا نتعب الآن إذا مات لنا إنسان وجدنا مخرج ماذا تصنع قال في القديم كان يجتمع الناس في البيت البيت يخرب وهذا داخل وهذا خارج والطعام وكذا لا يقول ارتحنا الآن ولله الحمد هل وقفتم الاجتماعات قال لا زدنا وفتحنا الباب على مصرعيه ماذا تصنع قال نشتبع في المسجد كل شيء في المسجد لأن المسجد يخرب لا إشكال طيب لو مات لك قريب تدفن في بيتك يقول والله لا وما رأينا أحد يدفن قريب له في بيت قال لا ندفن في المسجد نجتمع في المسجد نأكل في المسجد نشرب في المسجد ننام في المسجد نتكلم في السياسة في المسجد يخرب المسجد نعم يقول له بعضنا يا تخرب المسجد قال لا لماذا بني المسجد الله سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه هذا من أظلم الناس واللاعب والرقص في المسجد موسيقى في المسجد نعم هذه الجوالة الآن تدق في المساجد ولا يروق لبعض الناس أن يلعب وينظر في الواتساب ويوتيوب وغيره يفتح حتى أفلام في المسجد نعم أما بيته لا يحافظ على البيت هذا بيت من بيت الله يا أخواننا الفيل حيوان كبير جدا ما استطعن يتعدى على مسجد وبعض الناس يتعدى على المسجد ولا إشكال لا مانع أن الإنسان يأكل ويشرف في المسجد لا إشكال نعم لكن بحدود ينام في المسجد بحدود يعني ممكن نأكل في رمضان أما يأكل من أذان المغرب إلى أذان العشاء والطعام والشراب والضحك والكلام في المسجد حق للجيران الجيران ثلاثة جار مسلم قريب هذا الأول له حقوق ثلاثة حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة ثلاث حقوق له الثاني جار مسلم له حقين الإسلام والجوار الثالث جار كافر غير مسلم له حق الجوار ما يمكن تؤذيه لا بد تدعوه إلى الإسلام تعطيه الهدايا إذا تطبخ مرق تزيد ماء هذا المرق وتهدي لجارك تتعهد جارك دائما حتى يقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ماذا يعني ما بقي اللي يدخل معك في العائلة يصبح مثل أولادك ويأخذ من الإرث أيضا نعم من كثرة ما يوصي على الجيران نعم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل أنا مؤمن؟ قال سل جيرانك اسأل جيرانك إذا يشهدوا لك بالإيمان والإسلام أنت مؤمن لماذا؟ لأنه هم الذين يطلوا على أحوالك يعرف أن تصلي ولا لا تحسن إلى جارك ولا لا توقف أمام الجيران أو تؤذيهم بالوقوف بكذا ترسل الأولاد يخربوا ما إلى ذلك نعم قال سل جيرانك حق لكل مسلم لابد أن تنصح لأخيك المسلم تحب كل مسلم مرض تأتي تعوده لكن لا تعوده في وقت الطعام في وقت أخذ الدواء لا تأتي دقائق معدودة السلام عليكم ورحمة الله لا بأس طهور وتنصرف إذن تنصح له لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تحب أن الناس ينادوك بماذا؟ يا أبا العباس تمام إذن تنادي الناس بالكنية كما تحب أن الناس كنوك نعم تحب الناس يلقوك بماذا؟ وجه عبوس؟ لا تستقبلهم بالابتسامة نعم تسلم عليه تسأل عن أحواله تساعده قال ليس عندي مال ما يلزم أن تساعده بالمال ممكن تساعده بكلمة طيبة تقول أنت مع الله ما يضيعك الله يا دكتور مثلا كلمة طيبة يفرح شوف ما شاء الله يضحك الدكتور نعم ممكن تساعده في أشياء ليس فيها إنفاق تجده يحمل حقائب مثلا تحمل معه وتساعده قال إذا ما تستطعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كف نفسك عن الشر هذا خير تتصدق به على غيرك تكف الناس عن الشر نعم تشد تليفون الأخير حق لغير المسلمين يقول ما شاء الله حتى غير المسلمين لهم حقوق نقول لازم يتعلم الكفار أن هذا الدين يوجب على كل مسلم حق للكافر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بسوء الخلق لا يقول بعض العلماء لو لم يصمن أصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار إلا أنه عاملهم بحسن الخلق لكفى أن يكون قضى عليهم يعني قضى عليهم ليس بالسلاح قضى عليهم بحسن الخلق عليه الصلاة والسلام نعم لا بد أن ننصح للكفار نخاف عليهم من النار اتق الله لا تغش الكافر لا تضحك عليه لا تقول أنت على خير يقول لا أخاف عليك أنت هذا الطريق إلى النار تعال أحب لك الخير تدخل في الإسلام لابد أن نكون وسط أختم لكم بقصة في دولة من دول أوروبا الشرقية كان المركز الإسلامي عن يمينه خماره وعن يساره خماره أمامه خماره والله نعم في هذه الخمارة التي أمام المسجد يوجد عندهم بوديكارد نعم نعم هذا والله ممكن لا يدخل من هذا الباب ما شاء الله نعم طول في عرض هذا البوديكارد هذا ينظر دائما إلى الناس يدخلوا المسجد هو يريد يعرف ماذا داخل المسجد نعم قوي دخل المسجد صعد فوق ويجد مسلمين لم يجدهم يلعبوا في الهواتف لم يجدهم متكئين أهوى وشاهي ولا كان حسب هذا نفس المكان الذي كان فيه لا وجدهم يصلون يدرسوا يقرأوا قرآن قال ايش تصنع هنا أن يسألوا لا هو يسألنا قال نعبد الله قال أين الخمر قال لا يوجد خمر هنا أين النساء قال هناك عندهم مكان خاص أين الغنى قال ما يوجد عندنا غنى عندنا قراءة قرآن قال سبحان الله إذن أنا مسلم أنا أريد الإسلام أريد معكم لا أريد مع هؤلاء أسلم رجع لزوجتي قال أنا مسلم لابد تدخلي في الإسلام أسلمت ثم يقول جاءت مناسبة عند أهل الزوجة أنا أعفل نعم خذت يقول الزوجة ومشينا سفر تقريبا ووصلنا إلى بيت أبو وأم الزوجة لكن يقول رأيت أن المائدة عندنا فيها ملذة وطاب هنا ما خاب وخسر هنا في الطاول نعم خنزير وخمر وكل شيء فهو هذا أبو ديقار يعني أخذ جانبا لم يجلس معهم أبو الزوجة يسأل الزوجة بنته بنته نعم هو رجل غني محترم في العائلة نعم قال لبنتي لماذا لا يعطي هذا قالت هو مسلم قال إيش مسلم قالت مسلم لا يأكل خنزير لا يشرب خمر لا يرقص لا يصنع قال كيف يعيش كيف يعيش في هذه الدنيا بدون شرب خمر ولا أكل خنزير هم يقولوه نعم قالت الحياة لا تطيب إلا بترك الخمر والخنزير قال نعم مسلم يضربك نعم قالت والله منذ أن أسلم ما صنع لي شيئا يعني إيش لا برفع الصوت ما بالك الضرب لأن الإسلام يأمر بالإحسان للزوجة وعدم ضرب الزوجة نعم الأب مقعد نعم قال لها أحضري زوجك جاء هذا بدأ هذا يسبه ويقول أنت كذا ولماذا تسلم ولماذا تصنع كذا أنت تفرق عائلة تصنع هذا يقول له دين الإسلام يمنعني أن أرد عليك لابد أن أحترمك نعم ولا أرد هذا السب بسب الحضور يقول هذا صاحبنا يقول الحضور بدأوا يقول لهذا الأب أتركه نحن نأخذ نصيبه لا يعني يفسد علينا هذه الليلة التعيسة نعم بالخمر طبعا نعم وبدأ هذا صديقنا المسلم يتكلم مع هذا الأب يشرح له الإسلام وهذا الأب يسب وهؤلاء الحضور يقول له للأب اتركه يقول بعد دقائق دقائق نعم من هذا الحوار هذا الأب قال للبودكارد كيف أسلم يقول قام هؤلاء الحضور أمسكوني حتى يخرجوني خلاص مشكلة هذا لو يسلم ذا مشكلة نعم يقول ساعد بهم هكذا فقط لا يساعد هكذا فقط ودخل نعم بشواج نعم بس كذا نعم قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الرسول يلقن الشهادة فهذا يقول لا أستطيع الكبير يقول اعطيني كلمة كلمة فأخذ يلقنه هي كلمة كلمة وهذا يردد يقول أنا أكرر وهو يقول أيضا مرة أخرى يقول حتى ثلاث مرات أكرر عليه وهو يعيد بعد ثلاث مرات يقول نطقها كاملة بصوتي يقول يعني هؤلاء المجلس هذا يعني أصبح في شكالات كبيرة نعم وتعب هذا الكبير في السن أخذوا هذا الكبير إلى الغرفة في الداخل يقول دقائق مات يقول والله في هذا الوقت علمت أن لابد علي أن أدعو إلى الله لكن بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بوتيكارد لو صنعت وخربت ما حدث هذا الخير كل واحد منكم في هذه الدولة داعية إلى الله شاء أم أبا لا يلزم أن تكون داعية بلسانك أن تاعي بعملك ينظر إليك الآن كفار اللهم يا حيا قيوم برحمتك نستغيث وصلح لنا شأننا كل ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا والله أعلم صلى الله عن نبيه محمد وعلى صحبه وسلم وجزاكم الله خيرا